اليوم سأرغبكم طريقة رسم هذا الـ OT بالتقنية 3D استعملت طبعا ألوان الماركز وألوان الخشب بريزما كيلر بالبداية مثلما شاهدون جاء استعمل قدم رصاص H2 حتى أخطط شكل الـ OT وهنا طبعا بدأت تلون بأقدام الماركز استعملت لثة نواع أزرق حتى تطيب نوع من البعد يعني بعدين استعملت قدم الخشب للبريزما كيلر للون الأبيض والرصاصي حتى أخليه بين كأنما بيضل وضوء بعد ما خلصت من تلوين الأساس راح أنتقل إلى بعض التفاصيل خليت طبعا حبر أبيض مثل ما شاهدون هنا وبدأت أرسم الـ Cable الـ Wire يعني خليت لون أساس فقط لون ماركز لون أساس بعدين بدي أخليه لون الأبيض حتى أعضيف بعض الإضاءة عليه يبين كأنما هو 3D هنا تجي الشغلة السحرية راح أستعمل هنا قدم رصاص وقدم فحم أسود حتى أخلي نوع من الظل تحت الـ Wire حتى يبين كأنما هو يعني بين بارز أكثر هاي هي جدا نقطة مهمة لأنه لازم أخلي تضليل حتى يبين كأنما 3D وأيضا أتهم بالتفاصيل والإضاءة على الـ OT حتى تبين كأنما أكو أشعة ضربة من الجهة اليمين وهذا هو الـ OT إن شاء الله أعجبكم الفيديو مع السلامة اشتركوا في القناة